اهلا وسهلا بكل سادة المشاهدين اللي بيتماؤونا وبشوفونا على شاشة القناة الاولى والفضايا المصرية من التلفزيون المصري حالة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير اكلة امي خليها سمك النهاردة ولما نقول خليها سمك النهاردة يعني نسمع هس عايزين نعمل سمك يناسب كل افراد الاسرة الصغير يتراضى قبل الكبير والكبير على رأسنا من فوق يعني نعمل ايه؟ يعني السمك البلتي دا دايما احنا بنحب ناكله مقلي بعض افراد الاسرة بيبقى معاهم مشكلة مع المقلي منتيجوا نعملوا النهاردة مشوي بطريقة المغازي مع القدار حاجة كده لطيفة جميلة ويعتبر هيلسي سيفود يعني من البلتي والبلتي خير ما زارعنا البلتيها وزنة 600 جرام 700 جرام لازم تكون كبيرة الحبات البلتي دا هنعملها مشوية بالخدار مع زيت الزيتون وتشكيلها من الخدار من خير ارضنا اذا كان بصل او فلفل او كوسة حسب ما انت بتحب معانا تشكيلها من السيفود الجنباري اشريات كابوريا بلح البحر سمك فيليه هنعمل طاجن السيفود بالطماطم صيامي لا زبدة ولا كريمة زيت الزيتون هو سيد الموقف هنا مع التومة والبصلة بتاعنا والفليفر واللمسات الشيف المغازي مع طاجن سيفود بالطماطم حلو قوي لغاية كده احنا فهمين مشغالين ازاي طيب الجنباري الجنباري دايما بنعمله باتر فلاير نعمله جنباري مقلي جنباري مشوي جنباري صانية ليه ما نعملش الجنباري بالبصل بس سمع هس بالبصل لازم نتعامل مع البصل بتاعنا الجميل الحلو خير ارضنا ونعمل منه سوس لطيف وجميل ونعمل الشوات الجنباري دول يبقى فيهم طعم البصل غالب على طعم الجنباري تفاصيل كتيرة في الحالة النهاردة وخليها سمك خلونا ناخد بعدين ونطلع فاصل صغير وبعد الفاصل نرجع لأكلة سمك بسيطة سهلة تقدر تعميلها في البيت بطعم تاني اوه هتروحوا بعيد تابعوا لي ورجعنا لحضراتكم بعض الفاصل تعالوا نشوفوا مع بعض ازاي نعمل شوات جنباري المشوي بطرقة جديدة انا عارف ان انتو اشطر مني في عمال الجنباري المشوي في عمال السمك ايا كان ولكن انا دوري هنا بضيف لمسة فكرية طهوية مهنية لأي اكل احنا حبينا انت بقى اذا تعمليه بالطماطم تعمليه بالويت سوس بالكريمة بالزبدة بطر فلاير تعالوا شوفوا نعمله مع بعض ازاي جنباري بصل احمر ابيض اللي موجودة عندك اهم حاجة يكون من الارض الطيبة معانا التوم معانا شوية بقدونس وشوية كسبرة وشوية شبت ومعلقة دقيق وزيت زيتون ومعلقة من الزبدة هي دي المقادير البسيطة السحلة تعالوا شوفوا نعمله ازاي ناخد اول حاجة البصل بتاعنا قطع كده بشكل عشوية شرايح ايا كان لانه يتحمر وبعد ما يتحمر هينضرف الخلاط فكرة عمل شربة البصل من المطبخ الفرنسي ولما ينضرف الخلاط يبقى بهريز حلو كده خفيف القوام ليس غريز القوام او ساميك القوام كل دول كده مع بعض وعندنا الزيت بيسخن طريقة سريعة على تحميل البصل هنشوف نعمله مع بعض ازاي زاي الفل دول هناخدهم زي ما هم كده فاكرين والنسيين طريقة عمل البصل للكشري بنعملها ازاي بنعملها كده اد البصل طريقة تحميل البصلة لطبق كشري بحط عليها دي بحط عليها شوية شبت مع شوية كزبرة شوية ملح اللهم صلى عن النبي معانا البهارات بتاعتنا الجميلة الحلوة الكمون بابريكا كورتم كل داع البصل كل داع البصل ما انا الجنبري مش هتابله تعمل ايشي انا حطيت هنا بس تعين بمية البصل لا تيجي تدني انا اقطع بصلة طبعا بالسكينة بتديني الجوسي وبتديني السوايل بتاعتها حتى لو سبتها شوية حطيت عصير الليمون مع التواب اللي احنا شوفناه مع بعض مع الدقي وامسك البصلة كده ادلح اخر دلع زيت شديد الحرارة على يميني شغال هاخد البصلة دي كده كده زمهية اه اه يلا يلا على فين على فين هوا ده هوا ده هوا ده هوا ده هنا اه اللهم صلى عن نبي نمسك البصلة يا الحمار حلوة حلوة فيه حاجة كده بتطلع مع المغازي ما بتبقاش في المكرر او بتبقاش في الايه في الاه بيسموها سوزر يا حاب لما بدخرج برا النص بتقولك دي مش فين برا النص فيش في المانهك حلوة اه 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 وده عندما نزل مع البصلة أكيد بيضيف ليفر حلو للزيت وبيدي طعم بالشكل ده كده هسيبها تتحمل البصلية ونأخذ الجمباري بتاعنا الجميل الحلو اللي موجود معنا عندنا التاسا عندنا جمباري سويسي دومياطي اسكندراني المهم أنه جمباري بلدي طالع من الفريزر حلو هنأخذ الجمباري تشال عرق الرملة بالشكل ده كده نبص عليه كده فورسان التلفزيون المصري حباية الجمباري تتشال كده عرق الرملة بيتسحب بسكينة صغيرة أو بتسبكس من قلب الجمبارياء من ظهرها لأن طبعاً ظهر الجمبارياء ده بيبقى في العرق ده رملة بيجي تحت سناننا يقريفنا بصراحة ويبقاش لطيف اهو ادي الجمباري بالشكل ده بلدي طلعتي بالفريزر بالشكل ده كده بتشيله في الفريزر بتشيل عرق الرملة أهلاً وسهلاً أنا هشوي طبعاً بالاشرة بتاعته بالراز بتاعته لأن أنا من الناس اللي بيحبوا البهريز بتاع الجمباري معاي الجمباري كده زي الفل اهو مش هحطة أي توابل خالص غير شوية زيت زيت زيتون وبس تعالوا مع بعض اه البصلة دي هي الحكاية البصلة دي هي السر اه حلس اه عليك هوا ده هوا ده هوا ده ده زيت زيتون بس خالص بش حطي حاجة تانية خالص اه وقلب الجمباري بشوية زيت الزيتون دول كده وخلي زيت الزيتون يخش جوه ضهر الجمبرياية حل انا عايز تعم البصل هنا هو اللي يسيطر وخليه على الجمب وعندي طاصة لطيفة زي الفل ايه حل البصلة هي اخبارها ايه جاهزة زي الفل تركيه هنا بقى في الطاصة دي بحط شوية زبدة مع شوية دي ايه تا الاكلة دي فيها خبرة طوية فها خبرة السنين بنقدمها لحضراتكم على طبق من دهب عشان بنحبوكم حلو الطاصة دي هنحط فيها معلات دي ومعلات زبدة تاني اه والله هم صلى على النبي البلط في الفرن لسه بدر عليه هدي الزبدة ودي دي بتاعنا ونقلب الزبدة بالدي وانا بقلب الزبدة مع دي كده اتعلمت ان انا حط دايما رشة زعطر حلوة علامة من علامات الوية السوس والفليفر للزبدة مع دي الهب بشرة جوسط الطيب هو ده بشرة جوسط الطيب مع البصلة والتومة وقلب بدأت اشم راحة حلوة لسه مخلصتش بص اللهي اخبارها ايه زي الفل طلعها من النار كده واشيلي النعناع ده بقى ولو دورك انتهى ممكن اخد الورق الاتحمر ده كده اللمسات دي والتركات دي والحاجات اللطيفة دي عند المغازي بنشوفها بطريقة سهلة وبسيطة واحبيبك في المردخ ده دوري حلو هناخد ده زي ما هو كده ننزل بقى هنا كده اللهم صلى على النبي ايه الجديد ده اشيف ايه ده ايه الحلوة دي معانا هنا مية بتغلى على النار العب يا سمك هو ده هو ده واسيب ده يغلي يعيش مع نفسه ده فين بعد كده مصيره ايه مصيره الخلاط هينضرب في الخلاط يبقى ناعم جدا سوس كريمي كده بس من غير كريمة سوس كريمي من غير اي حاجة تانية خال زي ما هو كده حاضر ايه اناخد بس خلينا نروع المطبخ كده وروع الفرن تعارف تعلمت دايما انا ايه النظافة اول بول تديني طاقة ايجابية ان انا اقفوا المطبخ ساعة اثنين تلاتة اربعة حلو؟ عندنا الطاصة بتاعتنا الجميلة الحلوة الخلطة دي اه اه زي ما ايه كده تدبيلت البولتكا الاتي طاصة على النار والسر في الطاصة وجبنا الخلاصة حطينا فيها توم وكسبرة حطينا فيها كمان شوية شبت وحمرناهم على النار وخدناهم بعد كده حطينا عليهم شوية عصير ليمون وخدنا الخلطة اللطيفة الحلوة دي كده اللي بناها مع تشكيلة الخضار المتقطعة جوليان فكرة ان انا احمر التومة مع الكسبرة مع التوابل اختصرت المسافات وخدت الطعم ضفته لبقية الخضار بتاعي السخن لما ينزل على البارد مع الخضار الخضار كده خد الشماخة والطعم بتاع الطاصة اللي فيها الخلاصة خدنا بعد كده حطناك جوه بطن البلطية المتبلة مسبقا واللحم بتاعها متشبع من التوابل اللي هو الشمر والملح والفلفل والبابريكا كل دول مع بعضيهم وخدناه حطناه في الفور الخلطة اللي معايا دي زي ما حضركم شايفينها كده نبص عليها عشان السر هنا وحقوق الطبيعي لدينا وبس يعني ايه حقوق الطبيعي لدينا وبس يعد الخلطة دي زي ما هي كده دي المرحلة الاولى لعمل شربة البصل بتعمل شربة البصل دي مرحلة اولى دي بتنضرف الخلاط بتاخد خلي بلسمك انا بتكلم على شربة بصل دلوقتي رايح على فرنسا دلوقتي حلو وبعد كده تحط على النار بتجيب الكسرولة التعديم او خبزة لطيفة حلوة بتشيل قلبها ونحط في قلبها الشربة وحط عليها شرايح من التوست وجبنا مزرلة ورشة زعت كده انا في فرنسا اما دلوقتي انا فين في الارض الطيبة مصر بعمل جنباري ماشو بالبصر اهو هسيبه يبرد طب انا عايز اشتغل اعمل ايه اشيف هاخد الخلطة دي كده هود اضربها في الخلط فانا مش عايز ازعج حضراتكم بصوت الخلط فانا هضربها في الخلط تبقى نعمة معايا كريمي اسمه بصل كريمي خلو ااخد بعدين ونطلح فاصل صغير ومش اعمل حاجة في الجنباري غير بعض الفاصل عشان حضراتكم تعرفوا الطريقة دي وسميها في الكاشكول وفي الكراس بتاعك جنباري يمشوا بالبصل على الطريقة المغازية اهو تروحوا بعيد تابوني بعض الفاصل اشتركوا في القناة موسيقى ورجعنا لحضراتكم لفل ده كده ورجعنا لحضراتكم بعض الفصل وطبعا صوت الخلاط مزعج أنا باعتذر طيب طبعا الخلاط مش شغال في الوقت ده كله عشان برضو ما تلمونيش وتقول الشيف المغازي هيبوز الخلاط أنا حبيت أشغاله بس عشان يبقى فيه مصداقية على الشاشة إن الخلطة اللي أنا عملتها بصلة وخدتها على النار مع الزبدة والدقيق ورشة الزعتر ورشة جسط الطيب في الآخر نزلت عليهم بالبصل بتاعت الكشري عشان أختصر المسافات وبدأ أضربهم في الخلاط حالوة أشير الخلاط ده كده بقى وأحتفظ بالإيه؟ بالدورة بتاعه عندي الجنباري طاس أخبار إيه؟ زي الفل سخنت سخنت رشة زي الصغيرة عندي الجنباري أنا خلطه بزيت طبعا كله مركز دلوقتي لأن إحنا غويين جنباري ناكل الجنباري المشوي يعني إحنا الشعب المصري الأمانة أكتر شعب يستهلك جنباري المشوي كلام ده بالمواصيك وبالأرقام وغويين سيفود يعني حالوة عندنا الجنباري بالشكل ده كده بترس كده بالشكل ده كده الرس دي الجنباري ماشوي بخلطة البصل ولازم نشيل ضهر الحباية بتاعت الجنباري سوري خطر الرملة اللي موجود فيها والرس الجنباري بالشكل ده كده للجنباري رسة بيحبها الجنباري بتبان شخصيته في الرسة دي كده حطيت توابل؟ لا حطيت أي بوهارات؟ لا هو زيت زيتون وخلص الكلام اعتماد الكل على الله سبحانه وتعالى طبعا وعلى الطعم الحلو في البهريز اللي أنا عملته في الخلاط خلطة اه وسهلة ومش تقعدش بقى واخد بالك الجو بقى لا لا الموضوع سهل جدا اه بس زي الفل قرن الفلفل ده للأمانة ناخده كده معنا عشان ما يزعلش قالك أنا معايا من أول الحكاية جاي في نص الطريق وتباني هو ده شوفوا بقى الخلطة دي كده يلا فورسان التفزون المصر قامت الجنبرياة مغازي ايه؟ فتحة بطنها فتحة ضهراء شربت من الخريط ده كده وبقى اسمه طاجن الجنبري بالبصر سميه زي ما تسميه اه ونسيبه على النار زي الفل كل ما تحتاج كل ما تعتش نشربها من البهريز اللي معانا في الخلطة طيب الوقت بتاعنا عايزين نعمل دلوقتي طاجن سي فود بالطماطر سيامي نعمله ازاي؟ طاس على النار شديدة الحرارة بالشكل ده كده ومعايا من الجنبري الجنبري خلاص حطنا في النار معانا من السمك الفليه تقريبا كيلو ومعانا بلح البحر اللي هو موجود معانا ممكن يكون بديل له عرايس او جندفلي ومعانا كابوريا وعاز ان نعمل طاجن حلو لطيف سريع كده واعتمد على السمك الفليه فيه طبعا ولكن التركات المغاز بالطماطب نشوف هنعمله مع بعض ازاي؟ حلو اه الجنبري اخباره ايه؟ ههزه؟ اول مش محتاج حاجة جنبري اه اه زي ما هو كده هنجهز له طاسة كده الله هنحطه فيها خش عالجنبري اشيف اللي فات بلتي واللي جاي جنبري نعم عناية تعالوا نقلب الجنبري مع بعض الله المصلي عن نبي ايه الاخبار عامل ايه؟ طب مننا عليك يا بختك عايش مع ليه؟ شايفين الجنبري؟ لا الموضوع هنا حكاية قصة اه لسه زي ما هو يا سلام لو قدمتيه في نفس الطاصة نجيش على نفسك وايه؟ نحطيه في طبق تاني اه يطلع بقى يلاقي المفاجآت والحاجات الحلوة ده مش يليه في مطعم ولا في اي حاجة خالص غير عندك انت في البيت وبس عشان بتتبعي وتشوف الشي في المغاز زي ما هو كده اه اه حال مش هحطول اي خلاص وشبع مش هحطوا خالص سوس طماطة سوس بصل اه ناخد الجنبري ده كده ونجهزه عشان نغرفه حابب ان انا اغرفه في الطبق الله شكل سمكة حلو قوي اه ناخده كده يلا على فين على الكنترول ده كلام ده كلام يلا هو ده هو ده اه ألف هانا وشيفها للي يأكل شوية جنبري مش زي ما قال الكتاب للي دول مش في الكتاب زي ما قال المغازي اه نقلب نظف هنا بقى البصل والطعم ألف هانا وشيف ده عدله ايه عدوا شوية مكرونة زباكتة شوية روز ابيض زي اللي معانا كده واخد الوان نطيفة زي الفل اختياري بقى برزنتيشن طبعاً في حاجة مهمة جداً لازم حضراتكم تعرفوها احنا مهتمين جداً بإرضاء حضراتكم وكل ظروف واحد اذا كنا في الشغل او ان احنا ما حضرناش الحلقة على شاشة القناة الاولى او الفضايا المصرية احنا بنعيد الحلقة دي يوم الجمعة بعد الصالة مباشرة ارداء لحضراتكم ورغبطاً لحضراتكم من خلال تواصلكم معانا على السوشيال ميديا والاتصالات لان ووجودها هي برضو على السوشيال ميديا من دلوقتي بعد بطلع من الاستودي بصراحة بلاقيها بتفرج عليها وانريها على اكتوبر مطبخنا رؤية فن ابداع خبرة تهوية مع بساطة وسهولة وبرونة منين يا مغازي من ماس بيرو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة